بعد اعتراف الناروج بدولة فلسطين عم تعيش الأسواق الميلية بإسرائيل خوف من احتمال مؤاطعة الصندوق السيادة الناروجة للشركات الإسرائيلية ليش؟ الصندوق السيادة الناروجة هو الأكبر بالعالم حجمه بتجاوز 1.6 تريليون دولار وبيمتلك 1.5% من الأسهم المتداولة بالبورصات الاستغناء عن السوق الإسرائيلي مسألة بسيطة وما بتأثر على أعماله بالمقابل حجم استثمارات الصندوق بإسرائيل بيبلغ 1.41 مليار دولار تأثير سحب هالاستثمارات ما بيقتصر على أسعار السندات والأسهم الإسرائيلية إنما بيخلي كمان أي شركة أجنبية تفكر مرتين قبل ما تفتح فروع أو تسجل أسهم بتلقبيب بتعتبر نقابات ومجموعات حوقية استثمار الصندوق بإسرائيل منافل المعايير الأخلاقية اللي فرضها البرلمان الناروجي لهالاستثمارات واللي مفروض تحترمها لحكومة هالمعايير هي اللي فرضت سحب استثمارات الصندوق من روسيا بعد احتلال على جزء من الأراضي الأوكرانية بـ 2022 وبعد اعتراف الناروج بفلسطين كدولة صار ملح أكتر مراجعة استثمارات الصندوق بدولة عم تمارس الاحتلال والاستيطان بالدولة المعترفية إذا اتخذت الناروج هالقرار بتكون مشيت ع خطس صندوق السيادة الإيرلندي اللي سحب قبل شهرين استثماراته من 6 شركات بإسرائيل بسبب أنشطتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة مع العلم أن الصندوق السيادة الناروجي نفسه عنده سوابق بسحب الاستثمارات من الشركات اللي بتمارس نشاطها بمستوطنات الضفة الغربية تأثير المؤاطعة الناروجية حيكون المزيد من العزل الاقتصادي لإسرائيل اللي عم تعاني أساسا من أثار الحرب على أسواق المالية